يعني ايه سؤال يشبه الجدل او نقاش يشبه الجدل برهم صالح رئيس الجمهورية قام بهذه الحركة وهذه الحركة كشفت الامور امام الجميع من يضغط من يريد ان يفرض مرشحه استدبنا بالكتلة الاكبر وقدم كل الاوراق والكتب امام الجمهور بداية تحية لك استاذ نجم ولمشاهديكم الكرام وللضيف الكريم استاذ عدنان السراج انا استمعت بداية كأنما الاستاذ عدنان السراج يتحدث ما قبل تشرين وما بعد تشرين كما لمحت وصرحت المرجعية يختلف عما قبل تشرين الان المتغيرات امتهى زمن التوافقات والتحالفات والغرف المظلمة التي كانت تجلب لنا شخصية توافقية مثل ما حصل مع السيد عادل عبد المهدي اما اليوم الانصر الفاعل او المتغير المهم هو صوت الشعب طيب ولذلك من المغالطات ان نقول انه خرق الدستور لا الذي يخالف ارادة الجماهير هو الذي يخالف الدستور طيب والشعب العراقي لذلك لم يستعجل كان متأنيا لانه يقرى الحاله في البلد وبصراحة لو مر ما اراده الاخوة في البناء لتوسعه ساحه الاحتجاج وحتى الذي لم يفكر بالمشاركة لشاركه في المظاهرات وربما خرجت الامور عن السيطر لذلك أقول بصراحة إشارة ما ذكره أن التوافقات لم تأتي ببرهم صالح إلى الرأس أبدا بل كانت التوافقات أنا أعلم تشير إلى السيد فؤاد حسين وكان هناك تعهدات للسيد مسعود البرزاني لكن الذي حصل كانت إرادة النواب بأول مرة تخرج عن إرادة رؤساء الكتل شقوا عنهم نعم ولذلك أعتقد حتى الحاج هذا العامري أحتذر للسيد مسعود أنه فعلا نحن كنا ننوي تقديم فؤاد حسين لكن يبدو إرادة داخل مجلس النواب وبدأ الصراع تذكر الأصوات تقاربت ثم سحبه حتى لا ننضبها برأس الكتل ساعة جولة ثانية أنا أقول بصراحة اليوم لا ننظر إلى الكتل والغرف المظلمة وحدها والكواليس المعتمة التي دفعنا ثمنها علينا أن ننظر إلى المتغير الأهم الذي حقق أولا حقق استقارة الحكومة ولا أول مرة في التاريخ العراقي المعاصر أن تستقيل حكومة تحت الضغط الجماهين هذه الأول مرة تسجل هذه ثانيا تم تغيير فوضية التي مارست أدوار خطيرة في التحايل والفساد والتزوير الأمر الثالث تغيير القانون سانت ليغو كان لصالح الأحزاب الكبيرة ثالثا لم يمرر أي مرشح دونه على الأقل مقبولية ساحات التظاهرات هذا متغير مهم إذن علينا أن لا نتجاهل أو نتحايل على إرادة الشعب كان سابقا الإرادة السياسية فوق إرادة الشعوب أما اليوم اختلفت المعادلة بالصراحة